أوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أن تنظيم استخدام طائرات ذات التحكم عن بعد الدرون في مراحله النهائية داعي أن هو تستخدام هذه النوعية من الطائرات إلى الحصول على التصريح اللازم الذي يخولهم استخدامها للأغراض المخصصة لها في المواقع المسموح بها وذلك من شرطة الحي الذي يقيمون فيه وأباني متحدث أن هذا الإجراء سيكون مؤقتا لحين صدور التنظيم